اه للتحكم باجهزة لانش عن بعد اذا كان عندك جهاز لانش بروه او باد ثري او باد في او اي جهاز من اجهزة لانش وبدك تتحكم فيه عن بعد بتروح بتختار ريموت دياغنوزز بتدخل باليوزر نيم وبالواسورد مالتك بتدخلهن وبتعمل اه لوق ان بعد ما تدخل باللوق ان بيوخذك على صفحة اخرى راح نشوف احنا وياكو بتختار من هون ريموت يعني عن بعد اه لما تختار عن بعد بيقول لك بدك تفاعل هاي الخاصية قلو نعم بدك تفاعلها بعدين بتطلب منك اي سيارة اللي شابك عليها انت مثلا انت شابك على مرسيدس شابك على بي ام شابك على مثلا دوج على اي سيارة بتختارها بتقول له هاي السيارة اللي بدي اشترك عليها بعطيك خمسة عشر دقيقة لين ما صاحبك او صديقك او حدا من بعد بده يدخل معاك الان بعطيك الرقم السيري للمبر هذا الرمز بتوديه لصديقك اللي بده يدخل معاك او للخبير اللي بده يدخل معاك تمام الخبير هذا او الشخص اللي بدي يدخل معاك بيحط يوزر نيم باسورد بس لازم يكون مختلفات عن يوزر نيم والباسورد مالتك دخل تمام بتحط عن طريق السيري النمبر بتدخل السيري النمبر اللي يعطاك اياه اللي هو شابك على السيارة وبدو مساعدة تمام بتدخل السيري النمبر هون حلو بتقوله ستارت ريموت دياغنوسيس بعدين بتتأكد من الرقم هاي الرقم هون بتتأكد منه وبتدخل على ستارت دياغنوسيس بتصير انت كأنك انت اللي شغال على الجهاز عن بعد من كان بدولة اخرى او ان كان من مدينة اخرى وصاحبك او صديقك او اللي بيستعين فيك بكون هذا فبتدخل من هون تعمل هيلث ريبورت مثلا بدك تعمل مثلا تستين كل شي بيبين عندك هو بيبين عنده بيشتغل عنده وانت بيبين عندك كأنه الجهاز عندك بهاي الطريقة طبعا اذا انت مش عارف تسوي اشي معين صديقك عارف او اللي بدي يساعدك عارف او هذا بيقدر يدخل معاك عن بعد هذا اشي اه جدا ممتاز وبسهل عليك العملية يحصل ما يظل يقول لك روح يمين روح يسار اكبس هنا اكبس هنا هذا كله مبين عنده طبعا بيقدر يسوي من هنا كليير فولت بيقدر يسوي اه حتى يعني كأنه موجود اه معاك الراقب انا وياكم كيف العملية بتتم شوفوا كيف طبعا لشراء اجهزة اللانتش اه المعتمدة والاصلية اتصلوا بشركة المهندس الامارات الشارقة صفرين تسعة سبعة واحد خمسة صفر واحد ستة سبعة تسعة اربعة واحد صفر وكيل معتمد مرخص من دائرة التنمية الاقتصادية ضمان اه حقيقي وتحديث مجاني اه اجهزة لانتش حاليا بنعطي عليها تحديثات ثلاث سنوات اتأكد من سنوات التحديث قبل ما تشتري لانه الامور تتغير من وقت لاخر اهلا وسهلا بكم في شركة المهندس الامارات الشارقة اشتركوا في القناة